اينما تجولت في مدينة الحلة تجد اكوام النفايات في كل رواق فالمنشآت الخدمية والتعليمية وغيرها في مناطق محافظة بابل باتت تنافس بعضها البعض ليس على مستوى الخدمات الاساسية بل على مستوى تراكم النفايات فترد الخدمات الاساسية في مناطق بابل هو عنوان كل حي وكل شارع لاستثناء في ذلك عدى المناطق التي يسكن فيها مسؤول حكومي او اكثر يعني هساكم مكانات انبيتي ما يصلون اهل الزبالة يلمون الزبل يلمون بس بالاحياء اللي بيها مسؤول قاعد مسؤول يطلعون بالسيارة يلمون الزبال بس منطقتنا ما يصلها لان ما عندنا مسؤول السواد الاعظم من مناطق المحافظة لا يسكنها مسؤولون ما يعني ان النفايات لن ترفع من هذه المناطق بحسب السكان لكن المشكلة الاخطرة في استمرار تكدس النفايات بالقرب من المدارس والمراكز الصحية هي انتشار الامراض الجلدية بين الاطفال بسبب الملوثات الناجمة عن تلك النفايات اطفالنا وولادنا يجون للمدرسة يجي يمر وسط الانقاذ والنفايات والاوساخ نتيجة هذه الاوساخ والنفايات اكثر لأطفال اصابة وامراض الجلدية وعلى اثر ذلك يضطر السكان الى حرق اكوام النفايات لتجنب انتشار الامراض لكنهم يصطدمون بمشكلة اخرى هي تلوث الجو لكن ماذا عن دور المسؤولين الحكوميين في بابل وموقفهم مما تمر به مناطقهم وإلى حين اجراء الانتخابات المقبلة يبدو ان وضع المحافظة الخدمي ومعاناة سكانها سيظل كما هو عليه ان لم يزدد سوءا